بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الرقم يصل إلى 18 مليار دولار في آخر ظهور لها سردت وزيرة الشؤون الدولية الإماراتية أرقام المساعدات لليمن ما مجموعة 19 مليار دولار كقيمة لمساعدة السعودية والإمارات لليمن منذ بداية الحرب أثر الرقم الكبير حافظة الكثير من اليمنيين الذين تساءلوا عن مصير تلك الأموال ربما يكون هذا المبلغ صحيحاً لكن السؤال يظل قائماً أين ذهبت تلك الأموال وما إذا كانت تشمل التكلفة العسكرية لحرب التحالف في اليمن منذ أربع سنوات والأهم من ذلك مدى استفادة اليمنيين الفعلية من هذه المبالغ لا معين لا طحين ولا سكر ولا روز ولا زيت ولا فرش ولا قمش ولا طربة الحتة لكي نتعمل بلا نكذفة فوق المصير والخيمة ما يعطون نحناش فرقوا ورانا دقوا هنا مقابل لناش مليئ ونحن نتحاكي على الله المنظمة قالوا حقك نشتصل باكر ستصل بكرا شتاتي باكر ما أعطون نحناش فرقونا بعيد بعيد هنا يمنيون نازحون في طور الباحة منذ ثلاث سنوات يقولون إنهم لا يتلقون من المنظمات الدولية أي دعم ومثل هؤلاء معدمون يمتدون على طول الخارطة الوطنية في العديد من المحافظات فأين هي أنشطة الأمم المتحدة وتحديداً برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة كانت قد أعلنت حاجتها إلى أربعة مليارات دولار لتغطية أنشطتها الإنسانية في اليمن لعام 2019 وفي مؤتمر المانحين في فبراير الماضي تعهدت الدول المانحة بقيمة مليارين وستمائة مليون دولار لإغاثة الشعب اليمني فهل ستصل هذه الأموال إلى مستحقيها؟ يقول مراقبون محليون إن المنظمات الدولية تصرف ما يقارب من أربعين في المائة من هذه الأموال كنفقات تشغيلية لمشاريعها في اليمن بينما يتخلل الستين في المائة المتبقية عمليات فساد وقصور سواء من الأطراف الدولية أو الوكلاء المحليين نهك عن الفساد المالي لدى المسؤولين الحكوميين أو مسؤولي مليشي الحوثي كما سبق وكشفت ذلك تقارير أممية ودولية ناشطون يمنيون أطلقوا حملة إلكترونية تحت هاشتاغ وين الفلوس بهدف تعزيز المساءلة المجتمعية حول الأموال المرصودة لليمنيين والتي لا يصلهم منها سوى الفتاة مطالبين المنظمات العاملة في اليمن بإتاحة تقاريرها المالية للشعب تعزيزا لمبدأ الشفافية وحتى يعرف الشعب أين تذهب الأموال التي تنهب باسمه اشتركوا في القناة